معية المعالي للعلوم والتربية تنظر مؤتمر المعالي الدولية الأول تحت عنوان القيم وأثرها في نهضة الأمم والذي تشارك فيه لخبة من كواكب العلم من داخل الوطن وخارجه الدكتور أحمد بوساق العلامة محمد الحسن والدددو الدكتور سعيد بوزري الدكتور حسن الحسيني الدكتور عبد الرزاق السوم الدكتور عبد المجيد النجاح الدكتور يوسف عبد اللاوي الدكتور عبد الحق ميحي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة الكرام أخوات الكريمات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته قيمة الصلح وأثرها في استقرار المجتمع أعليج هذا الموضوع من خلال مدخل وثلاث نقاط وخاتمة المدخل ينصرف إلى جملة نقاط نقاط الأولى أن الواقع المعاصر أفرز جملة من المشكلات والأزمات التي لم يشهدها الإنسان عبر التاريخ على المستوى التجاري على المستوى الاقتصادي المالي على المستوى الاجتماعي على المستوى الأسري على المستوى العقاري على جميع المستويات قضايا معقدة جدا وتعقدها بتعقد المجتمع هذه نقطة أولى في المدخل نقطة الثانية أن موضوع الصلح موضوع قل لا ما نجد من يتصدى له على جميع المستويات قل لا ما نجد من الرجال والنساء من يتصدى لهذه النزاعات لتعقدها وتعقد الحياة وكل إنسان الآن رحم شغل به مومه بالقضايا نقطة الثالثة هناك ترسانة قانونية كبيرة سأشير إلى بعضها بعد حين ولكنها لم ترقى إلى مستوى احتوى هذه الأزمات وهذه النزاعات أمر آخر في المدخل ينصرف إلى مسألة التكوين والصناع كما استمعتم لسادتي الأفاضل من الإخوة والأخوات فكذلك رجال الصلح ونساء الصلح هذا يحتاج إلى تكوين يحتاج إلى صناع خلاصة المقدمة نروح للنقطة الأولى أولاً أصول الصلح ألف با جيم ألف في الشريعة الإسلامية تعرفوها كامل ندير فقط إحالات صورة النساء الآية 65 صورة النساء الآية 114 صورة النساء الآية 128 أوم قاسم هكذا باش نربح الوقت نروح للجينب التطبيقي مثلاً في صورة النساء 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما زيد لها المدى الآية 114 صورة النساء زيد لها الآية 128 من صورة النساء صورة الأنفال الآية الأولى صورة الحجرات الآية العاشرة وغيرها من الآيات الأحاديث الوحي الثاني كثير أيضاً هناك يعني الدلة كثيرة وشواهد عديدة منها ما ورد في حديث الإمام الترمذي رضي الله عنه يعني رحمه الله وش كان يقول يقول لبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بل يا رسول الله قال إصلاحات البن واضح الرسالة واضح حديث آخر خرجه الإمام البخاري في صحيحه النبي عليه الصلاة والسلام حين مقتتل أهل قبا أخبره النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال اذهبوا بنا نصلح بينهم رسالة قوية اذهبوا بنا معنى عملية جماعية بشي واحد اذهبوا بنا نصلح بينهم اكتفي بهذه الإشارات في الشريعة الإسلامية با على المستوى العرف حالش نبدأ بالعرف لأنه مهم في حياتنا وكثيرا ما تحل قضايا الناس بناء على الأعراف والمعروف غرفا كالمشروط شرطا العادة محكمة وتعرفون جملة من القواعد الضابطة لهذا الموضوع الحيوي الأعرف جيم القانون القوانين نحاول نذكر حاولي سبعين قانون على المستوى الدولي ولكن الوقت ما يسمحش نروح القوانين الإخوان اللي يرون موجودين عندنا نبدأ بتونس تونس على سبيل ما أذكره على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر نجد مثلا مجلة الأحوال الشخصية في 1956 المعدلة في 2010 في المادة في الفصلين في الفصلين ضبط المصطلح في الفصلين 25 32 هناك نص على موضوع الصلح الإخوة في المغرب إخوانا الأشيقاء في المغرب المملكة المغربية مدونة الأسرة رقم 0-3 70 في الفصل رقم 82 في المادة 82 أيضا هناك حديث جميل عن الصلح في هذه المدونة نروح الموريتانيا مدام الأستاذ والدد يعني إن شاء الله وحاضر بناتنا يعني سيحضر ربما في المساء إن شاء الله سننصفه أيضا في موريتانيا أيضا صدرت جملة من القوانين التي تنص على قيمة الصلح على سبيل المثال قانون ألفين وحد قانون ألفين وحد المواد كثيرة نركز مثلا على المادة 83 ونركز على المادة 102 المادة 83 متميزة لأنها ذكرت الذي يتصد للصلح قالت المصلح هكذا ولكن مواد أخرى في 70 قانون قلت لكم يعني ممكن نسترد هذه المواد ستتحدث عن الصلح عن القيمة ولكن المادة 83 من قانون ألف وواحد في موريتانيا تنص هذه المادة على المصلح إذن هذه كملناها النقطة الأولى بألف با جيم كملناها نروح الآن نقطة الثانية الصيغة التطبيقية لقيمة الصلح لا يمكن أن تخرج هذه الصيغة عن ألف با جيم أيضا ألف استقبال النزاع لازم استقبال النزاع قبل أن نصدوا النزاع لازم استقباله واستقبال النزاع قد يكون أيضا بسبل واحد ثني ثلاثة واحد عن طريق الخصوم أو أحد الخصوم هما اللي يجيوا يقول لك نحن متخاصمين متنزعين في قضية عقارية تجارية مالية إلى آخره هذا احتمال وارد الاحتمال الثاني ممكن يتدخل وسيط وسيط باش ميزعفوش الجزائريين كنت تكلم عن القانون ذكرت غير الضيوف نرجع شوية دير مرشعريني شوية لور نتكلم عن الجزائر قواني الجزائر كثيرة نروح لكم مثلا قانون خمسون سبعين تمالية وخمسين المادة أربعة مئة وتسعة وخمسين قانون ربعة وثمانين أحداش المادة تسعة واربعين قانون ألف وثمانية المادة تسعمية هذه كلها يعني من ضمق إذا كان فيها سيلة نفصل في الجانب القانوني نرجع إذن ثانيا تحدثت عن الصيغة التطبيقية العاملية لتمثل قيمة الصلح ألف استقبال النزاع قلت يستقبل النزاع إما بمبادرة من الخصوم أو من أحاديهم إما بتدخل الوسيط بمبادرة من الوسيط وسيط يعني كما قولوا حيام الدرجة دلال الخير إما يكون بإحالة من المحكمة قد يكون ذلك بإحالة من القضاء والقضاء العالم بلغ شأوا كبيرا في هذا المجال الحيوي الخاطر خاصة في بلاد الغرب يعني عند غير المسلمين ذي رسالة قد تكون محل نقاش ولكن نحن موجودين والحمد لله أخيرا ظهرت مواد قانونية في هذا تنظم وتقنن هذا المجال أذكر على سبيل المثال في الجزائر في قانون ألفين وثمانية في المادة تسعمية أربعة وتسعين وما بعدها الآن نروح با المصلح تحدثنا ألف عن استقبال النزاع الآن المصلح المصلح قد يكون فردا فرد شخص يتصدى النزاع قد يكون إماما قد يكون مستشارا يعني أي شخص قد يكون شخص كبير تعلم في مدرسة الحياة لا يحمل شهادة علمية ولكن يحمل تجربة وخبرة وهو مقصود في قوله تعالى أو من المقصودين في قوله تعالى فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير إذن قد يكون هذا المصلح فردا وقد يكون هذا المصلح جماعة وجاب لربي ما كانش كلمة معروفة في الأمة الإسلامية كما كلمة جماعة ويني صاراني زاع يقول لك نجيبوا جماعة نروح الجماعة إذن نروح الجوامع طيب وقد يكون تكون يكون هذا الإصلاح من قبل هيئة هذا وشغلها هيئة إما لجنة قرية أو لجنة حي أو لجنة صلح داخل المسجد أو المهم هيئة تتصدى للنزاع المطروح الآن نروح الجيم نتحدث الآن عن النظر في النزاع هذه مسألة فيها تفاصيل كثيرة ما لا يدرك كله لا يترك جله هناك أيضا جوانب تطبيقية عمالية النظر في النزاع من الأمور التي يجب أن ترعى ما يلي أمر الأول ضرورة ضبط الموعد الذي يناسب جميع أطرف النزاع خير الوقت اللي يناسبهم لو كانت أعطي لهم الوقت اللي يناسبك أنت أعتذر لك أنت لا تصلحوا لي مثلي هذا لا لا لأن إذا كانت تشوف أنت ممكن تقترح موعدهم يساعدهم ويقبلوا ويجيوك تعبانين ما عدوا مش استعداد نفسي سيكولوجي لقبول الصلح هذه مسألة مسألة ثانية ضرورة النظر في الوثائق المقدمة معنى الملف لازم يدرس قراه هذه مسألة في غير الأهمية والخطورة مع أنت سواء كنت قاضيا أو كنت مصلحا طبعا حديثي نصرف إلى الذكر والإناث معا لازم تقرأ إلى ما تعرفش تقرأ شوف لي يعرفي قرأ الوثيقة هذه يوريها لك ممكن تكون فيها مسائل قانونية ممكن تكون فيها مسائل عرفية ممكن تكون لازم للطلاع لطلاع الدقيق والفهم العميق للوثائق المقدمة المتعلقة بموضوع النزاع أمر آخر نحتاج إلى الاستماع حسن الاستماع ممكن تلقى واحد عنده وثائق الدلة إثبات أول آخر سمحوا لي ما عندهش الدلة ولكن عنده كلام قد نجد الحقيقة لا شيء في الوثيقة قد تتفق الحقيقة مع الوثيقة وقد تختلف الحقيقة مع الوثيقة فالثقة ليست في الوثيقة دائمة رسالة وصلت قلت لك الثقة في الوثيقة كلام ما هوش صحيح تماما تماما خاصة في هذا الزمن تعين هيار القيم كيف نقولها كذا ما نقولش خلات ما خلاتش ما زال خير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن حذاري حذاري أن المصلح ولا المصلح هيتكلخه بلك واغط ويا ما يا ما يا ما وثائق لا إن لصاحبي الحقي مقالة تسمع له تسمع له زيد نسأل أخر دائم في النظر في النزاع الاستيعانة بالخبراء قلنا قبل حين الآيات ربنا قال فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير الآن قلت لكم في مقدمة اللقاء المحاضرة أن القضايا المحقدة جدا لكم ما جيبش خبير في قضية مثلا مالية يا الله الشركة متعددة الجنسيات عندها نزاع كبير جدا وفيها مسألة التهرب الضريب الجبائي في قوانين تضبط وقواعد التنازع فيما يسمى في القانون الدولي الخاص ممكن يكون تعدد الأطراف مثلا شخص من جنسية معينة يختلف مع ثنين أخرين من جنسيات من جنسيتين مختلفتين والنزاع يقع في دولة أخرى في إقليم دولة أخرى معنا عندك أربع أمور رزم ديره في حسمان هنا تطرح قضايا التنازع الإيجابي والسلبي يعني ممكن هذا النزاع تتنازع عليه مجموعة قواعد إيجابي ممكن سلبيا وهنا لابد من الاستعانة بما يسمى بقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص إذن عرفنا باللي الاستعانة بالخبارة أمر مطلوب هذه أمور تقنية نخليها إذا كان في النقاش نجاوبه إن شاء الله الآن أخيرا ثالثا آثار الصلح في تحقيق الاستقرار جاب لي ربي واضح يجي واحده هذا النقطة الثالثة إذا واحد عنده مشاكل الله ما يدير ولا شيء يتعب اتفقنا لا يمكن واحد عنده مشكلة لا يقدر يدير ولا شيء لأنه عنده مشكلة إذن فإذا حلت مشكلته يحقق الاستقرار وإذا حقق الاستقرار يحقق الازدهار الخاتمة لا عنده مشكلة يجيبها الآن السلام عليكم وهذا الأمر مقنن المواد التي ذكرتها لسادة الأفاضل هذا هو المقصود انتاعها مثلا المدى ألف وربعة من قانون ألفين أثمانية في الجزائر كيف التوقع انتهى كثر من ذلك هذا أمر نادر أن ذلك المحضر محضر الاتفاق لا يقبل الطعن بجميع طرق الطعن العادية وغير العادية يعني قيمته القانونية أقوى من الحكم القضائي حلوة شوفوا المقنن إذا كان يعني فهم قيم الصلح كما رأي موجودة وشرحناها في الوحي في الوحيين ثم بعد ذلك يقننها القانون لذلك هو ربي اللي قال وصلحه خير انتهى الأمر ولكن في إجراءات أشخدكم إذا كان فيهم مشكلة نعجوها على المباشر يعني لماذا باش نتبعوا الخطوات كامل يعني التطبيقية العملية إذن المدى ألف وربعة تقول هذا المحضر الاتفاق سند تنفيذي غير قابل للطعن اشتوين وصل هالمشلع ارتقى ولكن الشي اللي قالوا الإخوة أو الأخوات الجميع الأساتذاء وجميع الحضور ورا هذا المستوى انتعن هل يرتقى إلى مستوى النص سوى النص الشرعي أو النص القانوني النص الشرعي هو الأساس كما بينا لذلك رجعوا إلى قانون ألفين وواحد في موريتانيا روحوا للمادة ثلاثة وثمانين تفرحكم روحوا لمادة مية وثنين في موريتانيا تفرحكم روحوا للفصلين خمسة وعشرين ثلاثين من مجلة الأحوال الشخصية التونسية يسموها مشي المواد أو البنت اسم الفصول ثلاثين ثلاثين روحوا للمملكة المغربية قانون سفر ثلاثة سبعين خاصة المادة ثلاثين وثمانين روحوا القانون ألف وتسعمائة وسبعتاش اللي صدر في الدولة العثمانية وهو أول قانون يعني يقنن الفقه الإسلامي في مجال معين روحوا القانون ألف وتسعمائة وعشرين ثلاثة وربعين ستة وربعين واحد وخمسين ربع وثمانين تسعة وخمسين هذه كم القوالين رأي موجودة في الأمة قد بكم سبعين قانون يعني ممكن نقش وكل قانون سبحان الله عنده مميزات تميزه وعن غيره هناك أيضا تكامل يعني وهذه مظهر الصحة الحمد لله نقول الحمد لله يعني الأمة رأي تتعاون في هذا المجال وحاجة مريحة ربما في فرصة من الفرص نعطي لكم يعني رسم بياني كيف هذه المواد ترح من نمني إلى آخيري بل حتى بعض المواد القانونية اللي موجودة الآن موجودة في قانون نابوليون كونسيبيل فرنسي القانون المدين الفرنسي والحمد لله بتتبعنا إياها كفريق عمل هلقينا اللي بضاعاتنا ردت إلينا زر ريعتنا ردها والسلام ونبشركم في واحدة طالبة رايت في فرنسا الآن رايت دير في البحث الدكتور في هذه النقطة بذات تتبع نقول وهذه المادة القانونية ألف مية وثين وربعين كونسيبيل فرنسي وين تلقاها؟ تلقاها في الرسال ابن أبي زيدن القيرواني تلقاها في المختصر في قيل الشيخ خليل تلقاها في الزخيرة الإمام القرافي تلقاها كذلك في المعونة لعبد الوهاب البغدادي القاضي عبد الوهاب البغدادي هذا هو ضرق العلم يبين كلش ما كاش حاجة تتقبع ولكن احنا ثاني لازم كما قالوا أخواننا وما شيخنا نسق مشوير وحنا نرتقي والسلام إذن هذا بنسبة القراء وقد تكون قراءة المصلح ماشي ملزمة يعني ممكن واحد يدخلها كذا وحده يفري قضية بالناس ممكن يقبلوك ممكن يرفضه يقولك هذا الصلح مليح حنا ما نقبلوهش علش قال ربي في سورة النساء خمسة وستين الآية فلا وربك لا يؤمنون إلا بثلاث شرط حتى يحكموك فيما شجر بينهم زيد ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت زيد ويسلموا تسلم هو المسألة بسيطة ولكن هذه لذلك نقولكم سر من الأسرار تاع الصلح سر من أعمق الأسرار أنه أحيانا يجي الخصوصهم لازم تعرفهم تكون بسيكولوج باش تفهم زريعة اللي يرهم قدامك الآن لازم تعرفهم أحيانا يجي واحد تفهمتو عصروحك كذا غلط بارح كل شي إذا كان لقدامك إنسان موما قل قال الله تعالى وما تخافش وقل الأحاديث اللي سمعنا بعضها والنصوص وكذا والشاطيبي وقل واش حبيت هميك يا واحد الكاليتي ما ينفعش ما ينفعش خلي هذا الأمر خليها من بعد وبالك تخافه بالقانون نعم قال نظر اللي مدك هذا قولي إلى آخره وتفشله شوية وبعدين ينزل تقول من بعض قال الله تعالى يا اللي خلقك هو اللي ره يقول أكتخف من القانون وبعض أحيان استخدم العرف لأنه وسلطان العرف كما تعلمون عقوبة الأعراف وهي سريعة ها العقوبة أنت عرب يقولك ماذا هل حتى الأخيرة والأخيرة بعيدة وخليها ولكن العرف لذلك علماء ونقل كالمعروف وعرفا كالمشروطي شرطا العرف ما تعرف عليه الناس واستقامت عليه أموره من قو أو عمل والعادة محكمة وقواعد العرف موجودة في الشريعة لذلك هذا باختصار روح الآن ألا تصطدم قرارات المصلح أحيانا تصطدم وأحيانا لا سيكا باركا حالة بحالة يعني نقولك الآن بعض الأحكام القضائية سجل عندك حكم قضائي يصدر في جوي 1996 في الجزائر حكم قضائي ينسجم تماما مع محضر الصلح حكم آخر في 1997 في شهر فيفري يصطدم تماما مع قرار الصح لماذا؟ لأن المصلح ما عرفش القانون ودر حاجة من خلف القانون هم ما ينفعش ما ينفعش يصطدم يقولك القانون أنا طبقا المدثين الثانية من قول المدثين يازم نرجع للقانون هذا قاضي لذلك أمسأل شيئا فيها تعقيدات تكتفي بهذا احتراما للزمن وبعدين آخر سؤال من يخول المصلح الجماعة أم القانون كلاهما أحيانا الجماعة هي اللي تعين قال جمعة الخير كي نزع له انتا وانتا 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 وحفري وهذا القاضية أحيانا القاضي طبقا للقانون خاصة المراجعة ذكرتها لكم شكرا لكم عن السئلة المكتوبة وصلت إلي في قصاصة السؤال يقول كيف يصبح الآخر مشروعا لاسترداد فطرته وهل هذا ممكن من الآن مع واقعنا وتحدياته المتعددة أنا بدوري أقول في إجابة على هذا السؤال معنا كيف يصبح الآخر مشروعا لاسترداد فطرته معنا لاستعابه في دائرة الإسلام لا شك أن المدخل أن هذا من واجبات كل مسلم من واجبات المسلم أن يقيم الحجة على الآخر من منطلق منطلق مبدأ الشهادة على الناس منطلق مبدأ عالمية الإسلام يتوجب على المسلم أن يقيم الحجة إن أمكن له ذلك على غيره وأن يوصل إليه أنوار التنزيل هل هذا ممكن ما وقعنا وتحدياته أنا أوجه سؤال معاكسا هل ننتظر حتى نمكن لديننا حتى نوصل لأنوار التنزيل معنا نتوقف عن الدعوة الآخر عن التثاقف مع الآخر حتى يحدث التمكين الإسلام ثم نفتح هذا الباب هذا السؤال لا يمكن بوسع كل مسلم في فترة القوة أو في فترة الضعف أن يقيم الحجة على الآخر أن يبشر بتعاليم الإسلام أن يبشر بقيام الإسلام ما أمكن له ذلك ولنا نماذج متعددة في عصرنا ونماذج متعددة في عصورنا المتقدمة مع من نشر الإسلام في آسيا التجار هم الذين نشروا الإسلام هل انتظروا رأي الخليفة لإنشر الإسلام معنا بتعاملاتهم وبتمثلهم للإسلام قيما وشريعة وعقيدة استطاعوا أن يبشروا بالدين السؤال الثاني تقول هل مشكلتنا اليوم غياب القيم تماما أو عدم تطبيقها المشكلة أنا في نظري ربما يختلف معي الكثير هو في في ندرة في ندرة النماذج في ندرة النماذج التي تتمثل الإسلام فهما وتفاعلا وتنزيلا في الواقع نماذج قليلة أنا أقول نماذج قليلة الذين يتأسوا بهذه النماذج معنا لا يكون بالكم الوافر معنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نماذج قليلة كان نماذجا نماذجا متفردا في تمثل الإسلام بحيث بهذا التفرد في التفاعل في الفهم والتفاعل والتفعيل استطاع أن يستقطب أفراد الأمة وأن يحملهم على التأسي به هذه النماذج هي المفقودة اليوم والعزيزة وعندما نتكلم عن ندرة هذه النماذج نتكلم عن الأسرة نتكلم عن النخبة نتكلم عن نظم التعليم عن الأساد نتكلم عن الإمام وغير ذلك لهذه معنا الغياب معنا القيم محفوظة لا شك أن القيم محفوظة ومعنا محفوظة ومطلقة وما تضمن في القرآن الكريم ولكن التفاع مع هذه القيم النماذج الحية التي تجسد هذه القيم مواقعا معيشا هذا هو الأمر الذي أصبح عزيزا في عصرنا الراهن وبالتالي أهم مدخل للقدوة هو أن يجد الإنسان نموذجا يتمثل هذه القيم واضح سؤال ثالث هل ممكن أن نقترح مشروعا عمليا لتفعيل القيم ربما خانا للوقت أنا ذكرت في التوصيات أصرت إلى جملة في كيف آليات تفعيل هذه القيام قلت بأنه ينبغي أن نفعل حضور القيم نظرا وتطبيقا نظرا وتطبيقا في كل فضاءات بناء الإنسان من الأسرة إلى المدرسة إلى الجامعة في المسجد في الجمعيات وغيرها من مؤسسات صناعة الإنسان تصبح هذه الأمة المفصلية في بناء الإنسان بما يخدم إنسانية الإنسان ويحقق مصالحه قصدا إلى تطوير شامل لقدراته ومهاراته المعنوية والفكرية كما أشار شيخنا النجار والمادية واندماجه في تيار المجتمع بالنسبة لملاحظة الشيخنا الفاضل لعلامة الدكتور عبد المجيد النجار أشار إلى ملاحظة مهمة جدا وهي المنظور الشامل للتربية وأنا أوافقه بشدة ربما لم يتسع المقام الحديث وشيخنا النجار أنا من المتأثرين به وقارئوا نهم لكتبه وتقريبا المنظور الشامل للتربية لم يلا ذكرها في كتابه المجموعة الكاملة موسمة بعوامل الشهود الحضاري للأمة الإسلامية وانا قرأتها من أولها إلى آخرها ولخصتها تلخيصا وأفهم هذا فهمت منظوره في أن منظور التربية لا يقتصر على الجانب التربية بل ينبغي أن نركز على الجانب الفكري لأن من مشكلات الأمة ربما يكون هناك فهم ربما يكون هناك تفاعل ولكن الجانب الفكري هو إسقاط ذلك المشروع تسيده في أرض الواقع ربما يكون المنهج مختلا وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى خلل في الفكري إلى خلل الفكري وهذا ما أشار إليه مالك بن نبي عندما تحدث عن المشروع الثقافي لبناء الإنسان مشروع الثقافي الذي يتناول البعد الفكري البعد التربوي وبعد ما يمكن نصطلح عليه بالفعالية الواقعية معنى الفاعلية الإنساني كيف يجعل الإنسان فاعلا في الواقع الملاحظة الأخيرة الأستاذة التي ذكرتني أني مررت بشكل سطحي على موضوع التربية موضوع المداخلة معنى ليس في الشق التطبيقي بل هو في الشق النظري ويمكن معنى للجمعية أن تقدم هناك محاور محاورة في المؤتمر محاورة تطبيقية معنى هذا المعنى لا تكلم عن الجانب التطبيقي لا تكلم عن الجانب كليات النظرية الجانب التطبيقي ربما يكون بوسع من هو مختص في الأمور الوظيفية الأمور التطبيقي مبارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر